زيارة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي زيارة محافظة صلاح الدين إضافة إلى ذلك استقراء الوضع المجتمعي في المحافظة من خلال استبيان آراء جميع الطبقات المكونة لشعب محافظة صلاح الدين نتمنى أن خطوات زيارة دولة رئيس الوزراء السادة الوزراء لهذه المحافظة تكون بشكل مستمر تكون حافز لحكومة محافظة صلاح الدين لمحافظة صلاح الدين لإكمال أغلب مشاريع المحافظة بها تلكه وتخصيصات مالية قليلة ومن خلال لقائه مسؤوليها وشيوخ عشائرها يرى مراقبون أن زيارة الكاظمي محافظة صلاح الدين تأكيد على الأدوار القادمة التي تنتظرها من جميع مكوناتها وما للدور العشائري من أهمية في شحذ الهمم نحو البناء والإعمار زيارة الكاظمي لمحافظة صلاح الدين خلال هذه الفترة وخلال هذا اليوم هي خصوصية خاصة تختلف عن الزيارات السابقة إذ أنها شدد وأكد على قضية البناء قضية إعطاء الدور العشائري المحافظة معروفة طبيعتها العشائرية وطبيعتها الجغرافية بناء ما دمره إرهاب داعش بناء البناء التحتية المخربة وأفتتح أكثر من مرفق في هذه الزيارة حقيقة هذه كلها نرى نحن كمراقبين أن هذه الزيارة هذه المرة تؤكد على البناء تؤكد على إعمار المحافظة تؤكد على جعل المحافظة بعودتها بحياتها الطبيعية في الأيام القادمة إن شاء الله زيارة الكاظمي إلى صلاح الدين هذه المرة ومن خلال المعطيات التي جاءت بها رسمت خارطة قادم تأمل مواطنون ومسؤولون المحافظة فيه خيرا لمرحلة بناء وإعمار تشهدها من صلاح الدين فراس الحسني أتغير نذهب حتى أتغير ترجمة تشهد�� اشتركوا في القناة